السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد اليوم ان شاء الله ونزولا عن طلبكم فقد نقدم لكم الوصفة الاكتر طلبا على القناة مؤخرا فالعديد منكم طلب مني بطبط ناجح منفوخ فان شاء الله كيفما كتلاحظوا معايا في بداية الفيديو فقد نقدم لكم بطبيطات رائعين كيجوا منفوخين خاوين من الوسط مهويين كيستحقوا تجربوهم بما ان من خلال ملاحظة التعليق لي كيجيوني فالاغلبية كيقول لك ما كيجيش بطبط منفوخ ما كيجيش ناجح اليوم ان شاء الله غدي نقدم لكم وصفة ناجحة 100% وهي عبارة على بطبط الخلاقي الكهربائي خطوة بخطوة ان شاء الله إلي تبعتوا الخطوات فأنا متأكدة من أول تجريبة معاكم في تحضير هاد الوصفة غاجي معاكم ناجحة 100% سبق اليوم قدمت معاكم بطبط الخلاقي الكهربائي يعني بالوصفة التقليدية ديال بطبط عادي معجون بالماء وناجحة والعديد منكم اجربها والحمد لله جوني فيه يعني لغيكسون بزيزاف ان شاء الله غدي نخليكم الرابط ديالو أسفل هاد الفيديو في صندوق الوصفة وبالنسبة للوصفة ديال اليوم فان شاء الله غدي نقدمها معاكم بشكل مغير يعني شيئا ما فبالنسبة لمكونات هاد الوصفة الأساسية غير الدقيق والحليب ولا جربتوه بالخطوات اللي غدي نعطاكم فكونوا متأكدين غيجيكم مرائع كيف ما كيتتضح لكم على الفيديو فهذا بسم الله على بركتي الله كيف ما قلنا فغدي نعجنو في الكس ديال مولينيكس كمرحلة أولية فعندي 250 ملي من الحليب اللي كيكون دافل ممكن تعودوه بالماء غير اليوم ما ارتائت لنخدم هاد البطبط بالحليب غدي نضيف عليه ملعقة كبيرة من الخامير الفورية ايه الخميرة دي اللي عجينة والخميرة لكي تبقى يعني من معلقة حتى المعلقة ونستعينكم ميزركم على حسب الجو انا اخدوه انت بملعقة كبيرة فقط وهنايا عندي 250 جرام من دقيق الفينو يعني الدقيق الأصفر الحرش كنناخد منه كمالحلة أولية ثلاث ملاعق كنضيفهم للحليب ونستلكمية من الدقيق الأبيض المخاصة للحلويات يعني نثارينا دقيق الفورس حتى هي 250 جرام القياس رقصتوا بالجباني باش يكون هكذا واضحة معاكم اخديت منه ثلاث ملاعق كبيرة أيضا فقط هدو من المكونات دي اللي الوصفة يعني بسيطة جدا ما خدمتش بالسكر عملت بوحد ناصحة دي صديقتي تحية كبيرة لصديقتي مريم أمره ميسا فهيا دائما تقولي يا لك نعجل الخبز بلا سكر تفادي ما تخدميش بالسكر لو أريدت تعجلني الخبز اليوم وقدرت لها خطرها وهاني حضرت الخبز بلا سكر ولكن رأي الحليب يعني الحليب راكي يعطي لك اللون طوغي المهمة نحاول بشوية بشية مرة 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 حتى ما نبقاش نعجل الخبز بسكر هنا يخلط هذو كل مكونات لي في الخالطة دي الكاس وكيف ما كتلاحظوا معي غادي نحاول نطربهم جيدا تقريبا واحد زوج دقيق بحال هكذا حتى كانت تحصل على ذاك الخالط متجانس ومطحون مزيان باش كتعرفوا بأن المرحلة را كتكفيوا من التطريب فكيبال ان يكون واحد الفقاعات الفقاء دي الخالط على هاد الشكل يعني بحل الشكل دي الرغوة هنا كتعرفوا بأن را كل مكونات ندمجة جيدا مع بعضياتها كنكبها في حالة كيف ما كتلاحظوا معي وكنضيف على ذاك الدقيقة الفورس 250 جرام ناخده بعيد الاعتبار بأن را خدينا منه 3 ملعق في الأول وبالنسبة لدقيقة الفينو فحتوى نفس الشي 250 جرام خدينا منه 3 ملعق في الأول فبالنسبة لدقيقة الفينو ما كنضيفهش كله كنضيفه غير نصف الكمية وكنبدأ وكنجمعو العاجين على هاد الشكل را ما كتحتاج لد الكوهلا تشي حاجة غا كتبقوا تجمعو بهذا الطريقة اللي كتبليكم على الفيديو الطحين مع المكونات السائلة وكتبقوا تضيفوا دقيقة الفينو بشوية بشوية وانتو ما كتجمعو العاجين ديركم حتى كتحصلوا على واحد العاجينة كتكون متماسكة يعني ما تكونش مرخوفة بزاف وما تكونش قاسحة بزاف تكون وسط يعني الفو غيبا لكم هادك الان يلي كتخدمو فيه ما بقتم التسقفاته شي حاجة هما تلاحظوا معايا هناك تعرفوا بأنكم را كتكفيوا من إضافة الدقيق هنا را اضفتوا شوية ديال الدقيق وبديت كنجمع دوك الجوانب باش حتى حاجة ديال العجين ما كتبقى لاصقفة في الطاصة فاش عجنة ورا مكند لكم ما ولو غير كتتحاولوا تدخلوا دقيق في العجين باش هكذا كيكون لكل من دامج مزيان وهدي النتيجة النهائي اللي كانت تحصل لها ديال العجين ديالي فكتكون عجينة متماسكة على هاد شكل وبالنسبة لكميات دقيق الفينو فراني ما خدمتش بها كاملة يعني كي شطلنا واحد شوية من ديك مئتين وخمسين جرام هي اللي كانت تتعنو باب اللي كان نبغيو نقرسه العجين ديالنا فهيا كيف ما تلاحظوا معي في جبانية شطلية واحد شوية هو اللي غادي نقرس بالعجين كي تتمتع الفيديو يعني كنحاول نغطي العجينة بواحد المين ديال وكتحطوها في شي بلاسة دافية في المطبخة ديالكم تقريبا ساعة كاملة تعطيها الوقت الكافي لان هذا بالبرد باش يالله كتتختامر على خطرها وكي يضعف الحجم ديالها على هاد الشكل اللي كتلاحظوا معي فطبرة كله ما شاء الله كيف ما كتلاحظوا العجينة اختامرت جيدا هنا كنحاول نديك زي عم ديك النسبة ديال الهواء اللي تكونت عندنا في العجين بفعل الاختمار كنحاول نقسم العجين الى ست قويرات نحاول واقدر نقدهم مع بعضياتهم فانا هنا من بعد ما تلاحظوا معي سنلولبهم على هاد الشكل انا ما كنخدمش بالطقيق بزاف فاش كنبغي نلولب العجين وهذا رما خدمت لهم بالطقيق لها بتشهيتها الاخروا ستلاحظوا معي في الندم في دقيق المهم بالنسبة للسيدات المبتديئات في الطبخ او اللي كيبغيوا مثلا ايجيوهم الاحجام ديال البطبيطة تطمقها الدين فهنا اريد نقيسهم قدامكم في الميزان باش شوفوا معي الكمية ديال كل حبة من البطبط تقدروا تخدموا بعينكم ميزانكم المهم اني كنحاول نبسط قدر المستطاع باش كده تجيكم الوصفة مضبوطة وناجحة فكل حبة تتعادل 163 ما بين 163 و 164 جرام فرابا يليكم كل شيء للميزان يعني كن واحدة ديال واحد شوية كوكما بيناتهم هنا يكنحاول نمرمدهم او لنفندهم جيدا في الدقيق كيف ما كتلاحظوا معي دقيق الفينو اوه الدقيق الاسفر دقيق القمح الصلب للتوضيح فقط سوف نحاول نحطهم في واحد المينديل او للقراس ديال الخبز ثم اتلاحظوا معي دبرا هكينا البرد حاولوا تفرشوني شي حاجة ملاية او شي حاجة تكون شوية غليضة من تحت باش يختامر ما يبقاش بارد سوف نغطيع ليهم و كنحاول نخليهم واحد ربع ساعة حتى كيرتاحوا شوية عادوا بايش غدي نقرسوا البطابتات ديالنا باش كتعرفون بان مرتاحوا غايجونا سهلين كتضغطوا كترجع لكم العجينة الفوق يعني را ارتاحوا وترخوا وخمروا مرة اخرى لما تلاحظوا هنا راني حاولت يعني الفيديو غايبة لكم طويل شي انا ما ولكن انا رادية اصلا حتى هذا الوصفة على القناة تقريبا فرمدان اللي فات ولكن مني جوني طالبات كتير على البطبوط فحاولت نخدم لكم هذا الوصفة لان هذا الوصفة ناجحة 100% واخد تكون السيدة مبتدية اول مرة ستجرب البطبوط فكني متأكدة الى تبعت هذه الخطوات سيأتي معك ناجح 100% يعني هذه ليست طريقة تقليدية يعني حتى البطبوط عادة ما انا تنقول وصفة سهلة يعني ما يحتاج واحدة تقنية كبيرة او لوح العناء كبير باش نوجده ولكن راكين سيدة ما ينجح معهم فهذه الوصفة راها بخاتيك وان شاء الله تبعوغي الخطاوات وكنوا متأكدين سيأتي معكم مزيان بالنسبة للتقرس كتحاولوا تقرسوا يكون رقيق قد مرققتوا البطبوط ديالكم قدما يأتي ناجح قدما يتنفخ لكم في الطياب فدوا كنغطي عليه ونحاول نخليه اختامر واحد شوية باش كتعرفوا بان البطبوط ديالكم اختامر فبني كتضغطوا على البطبوط بسبعكم شوية كتلاحظوا بان كترجع معكم الفوق يعني ارا ارتاحت واختامرت بالنسبة للمرحلة من بعد التقرس بس كتاخذ معكم ربع ساعة عشرين دقيقة على حسب الجو وانتو معينكم ميزانكم مرة مرة كتتيستي والعجينة ديالكم حتى كتباليكم تقونفلات واحد شوية في خاطرها في هذه المرحلة المرحلة يخصكم طيبوا فيها البطبوط ديالكم هنا هي خليط المقلة التقيلة دهنتها بالقليل من زيت نباتية من بعد ما سخنات من طبيعة الحال جيدا عدا بيش ورميت فوقها البطبوطة اللولى بالنسبة للحرارة ديال فتكون شوية ناقصة متكونش مجهدة بزا باش ما يتخطف لكم مش فالطياب وغريد تحمروا صافي ويبقى خضر من الوسطة كتنقصوا على البطبوطة شوية انفوة كتباليكم البطبوطة شوية شدات فرسة كتقلبوها وغير بالخاطر صافيوة تبقوا مرة مرة كتقلبو على الجهاتين كيف ما كتلاحظوا معايا فكنوا متأكدين انا غايجيكم البطبوط خاوي من الوسط وغادي انتافخ على هاد الشكل اللي كتلاحظوا معي على الفيديو يكفي غير تبعوا الخطوات خطوة بخطوة وان شاء الله غادي تتوفقوا في تحضير هاد الوصفة وكتبقوا غاديل مع البطبوطة ديالكم بالخاطر لان كين مرات كتكون الحرارة ماشي مزعب بشكل متساوي للمقلات فكتحاولوا هكذا بالاستعانة بواحد هكذا بواحد الغرف سباتيول او هكذا صافي مشالي الاسم دياله على بالي سبحان الله مشطر رجيم مو كتبقوا محاولين معاها هكذا تضغطوا وتحولوا البطبطة من جيه الجيه حتى كتبقوا لكم تحمرت من جميع الجوانب هنا بعد ما رميت البطبوطة صبرت عليها شوية حتى مو قبطت فراسة انا اقربت لكم وكان قلبوا على الواجهة الاخر وكتبقوا غاديين هكذا كتبقوا قلبوا البطبوطة بشي بشي وما تضغطوش باليد ديالكم ما تضغطوش غاية كتبقوا بلاتي وبالخاطر وكيف ما كيبال لكم فهايكا تنفخ البطبوطة على هاد الشكل سوف يتبقوا مستمرين بشوية بشوية وعاود ثانيك تقلبوها على الوجهة الاخر وانا يتقلبون البطبوطة لكم ومن يتقلبوه بشوية بشوية باش ما نقولو باش ما تتفرجعش ليكم باش كأكذا محافظة على هاد الهواء الي يكون فلوسط و تكون من فوخة تكون مفرزة كل طبقة على ختم لا تكون مزدين صراحة نتوبة يعجبني ولكن انا لاحظت اكترية بزاف ديال الناس يعجبهم البطبوط يكون من فوخ انا تقول لي ما شيء ضروري ولكن سبحان الله الادواق كل واحده يشعر وين ينجح اي بطبوط بغيتو يجوكم من فوخ فكتعطاوا الوقت الكافي باش يختمر مرة الاولى المرة التانية مني تقطعوا و تكونوا خبيزة ديالكم و تقرصوهم بالنسبة للتقرص فتقرصوه يعني يكون ارقيق لا تخليوا شغلط باش مجيش في ديال البابر كيلي ما تعجبوش ديال البابر تقرصوه يكون ارقيق كما لاحظتم على الفيديو تخليوه يخمر شوية كيلي مباشرة يبدأ طيبي يعني غير ما بين تقدير مقلعه وتخليها تسخن تقدير طيبي ولكن دبال جو بارد فعمل احسن تعطيوا شوية الراحة يرتحوا بعد ربع ساعة عشرين دقيقة حتى يبال لكم شوية تنفخ لان تبارك الله ما شاء الله فاش يكون مثلا في الصيف الجو سخون نرى ضغيال البطبط يطلع معنا ضغيال الخميرة كيطلع فيه فتبديت طيبي مباشرة تقرصوه كيطلع خبيزة تقلبوها غير بشوية باش ما تقبل لكم متى شي حاجة باش تبقى بحافظة الهواء في الوسط وانتبارك الله ما شاء الله للنتيجة كتشوفوها قدام يعني كيجي بطبط ولا اروع مع واحد الكاس دياله يفاد البرد بالشيبة واحد طبيصة ديال الزيت العود او الزيت البلدية ما كان محسن من هاد من هاد بطبيطات كانت من ان شاء الله الوسط ديالي يمكن الاعجابكم يكون الشرح واضح والف مرحبة بأي اقتراح اي الصبت النزلة معكم في القارب فمرحبا بكم خليوا لي غير مكتوبة في خانة التعليق كنقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله